السلام عليكم ورحمة الله ماذا يحدث إذا قرأت آخر آيتين من سورة البقرة كل ليلة؟ هناك حديث لطيف أحببت أن أتعرف معكم عليه اليوم وأن أتأمل معانيه العظيمة يؤكد أن الله يكفيك كل أنواع الشرور وكل أنواع الوساوس وكل أنواع الهموم إذا قرأت هاتين الآيتين وذلك كل ليلة انظر أخي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا فيه خير إلا وأخبرنا عنه لم يترك أمرا فيه خير إلا أمرنا به هذا الحديث هو كنز نبوي عظيم سنتأمل اليوم آخر آيتين ونكتشف السر الذي فيهما فيهما الخير والبركة فيهما العطاء فيهما الوقاية من الشر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا استخدم كلمة واحدة قال كفتاه نقطة يعني من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة البقرة في كل ليلة كفتاه لم يقل لنا ماذا كفتاه ليبقى المجال مفتوحا كل ما تفكر به من هموم من مشاكل من أمراض من ابتلاءات الله يكفيك شر كل هذه الأشياء ببركة هاتين الآيتين الآية الأولى أخي الحبيب تبدأ بالإيمان آمن الرسول بما أنزل إليه فإذا أيها المؤمن جدد إيمانك كل ليلة عندما نسمع قول الحق تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه هذه رسالة لنا لنجدد إيماننا وثقتنا بالله عز وجل ونسلم أمرنا لله كل ليلة وهذه فائدة عظيمة بالنسبة للإنسان أن يشعر أن إيمانه يتجدد باستمرار ليشعر بالقرب من الله عز وجل فيكفيه الله ببركة هذا الإيمان كل هذه الهموم والمشاكل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله طيب لماذا هنا يعدد لنا أركان الإيمان ليقول ليذكرك إذا كنت غافلا عن شيء من هذه الأشياء يذكرك به لتتفكر فيه وتنسى همومك لأن الإنسان أخي الحبيب طالما يقرأ القرآن ويعيش في جو الآخرة تجد أنه يعني يصل لمرحلة من سمو الروح من الصفاء الذهني لأن الدنيا مليئة بالهموم مجرد أن بدأت تفكر في المشاكل من حولك دماغك يتوقف تتكالب عليك الهموم عندما تعزل دماغك عن البيئة التي تعيش بها وتحلق في آفاق الآخرة تشعر براحة نفسية عميقة جدا لا يشعر بها إلا من جرب هذه الطريقة لذلك أنا سأحاول معك اليوم أن ندرب أنفسنا على أن ننعزل عن هذه البيئة قليلا وهذه قاعدة في علم النفس على فكرة يستخدمها رجال الأعمال والناجحون وتستخدم في علاج الاكتئاب في علاج القلق أن تعزل دماغك وتفكيرك عن المشاكل وتبدأ بالتفكير بشيء إيجابي شيء جميل شيء تحبه هذه قاعدة مهمة في العلاج النفسي لعلاج القلق واليوم كلنا بحاجة لهذه القاعدة كل آمن بمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أربع عشاء لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إذن هذه الآية تذكرني بقصة سيدنا زنون كان في ظلمات المحيط وفي ظلمات بطن الحوت إذ نادى إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا النبي الصابر أنا آمنت به وآمنت برسالته وآمنت بصبره واعترافه أنه ظلم نفسه وآمنت بدعائه الذي دعا به فنجاه الله من الغم آمنت بعيسى عليه السلام عندما صبر كثيرا على أذى قومه آمنت بسيدنا موسى عليه السلام عندما صبر كثيرا على أذى قومه أيضا وصبر على الدعوة إلى الله وصبر على فرعون عبدوا العجل وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل تخلوا عنه على الرغم من ذلك هذا النبي الكريم صبر كثيرا فأنا أقتدي به عندما أقول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أستحضر هؤلاء الرسل الكرام الذين يجب أن أقتدي بهم وأصبر كما صبروا وأتفكر بقصصهم وكيف عانوا كثيرا لإيصال كلمة الخير للناس وسيدهم النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام كم صبر على الأذى وكم تحمل وكم أحب الخير لقومه مع العالم أنهم أرادوا له الشر ولكن حتى اللحظة الأخيرة كان يتمنى لهم الخير وهذا هو حال المؤمن عندما أتذكر قصص الأنبياء ينزع من قلبي ما يسمى بالانتقام والحقد والغضب والغيظ وكذا أجد قلبي أصبح نقيا فيكفيني الله شر الغضب وشر الحقد الذي يعاني منه كثير من الناس اليوم للأسف يكفيني الله شر الحسد وشر حاجة الناس وبالتالي هذه الآيات عندما أنظر لها بهذه الطريقة فعلا تكفيني الهموم تعينني على الصبر من أنا أمام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي صبر وهاجر ودع الناس إلى الخير وأنفق وقته كله في الدعوة إلى الله ماذا قدمت أنا أو أنت ماذا قدمنا لذلك هنا أيها الأحبة الأنبياء قدوة لنا وسيرتهم تثلج الصدر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعناه فرانك ربنا وإليك المصير كما أن هؤلاء الكرام آمنوا وآمنوا بكل الكتب السماوية لأنها كلها منزلة من عند الله سبحان الله تجد أصحاب ديانة معينة يؤمنون فقط بديانتهم وينكرون بقيات الديانات وهذا ينطبق على معظم الديانات إلا الإسلام أنت من أركان الإيمان يعني لا يتم الإيمان لا يكتم الإيمانك إلا بهذا الركن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب السماوية أن نؤمن بكل الكتب ونؤمن بكل الرسالات رسالات الله سبحانه وتعالى وبالتالي هذه القضية مريحة جدا لذلك هنا الآية ختمت غفرانك ربنا وإليك المصير فعندما تشعر أن الله غفر لك لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فينبغي وأنت تقول غفرانك ربنا أن تعتقد أن المغفرة تمت بمجرد أن تنطق هذه الكلمة وهذا من باب السقة الكبيرة بالله عز وجل وأنا كمؤمن يجب أن أثق بالله أثق بكلام الله لأنه هو الذي قال لي ادعوني أستجب لكم وأنا الآن أدعوه أقول يا رب غفرانك غفرانك ربنا يجب أن أعتقد أن المغفرة تمت بإذن الله وإليك المصير أعتقد أن مصيري إلى الله مجرد أن أعتقد أنك ستعود إلى الله أخي الحبيب والله ستنسى هموم الدنيا سيكفيك الله كل ما تفكر به من هموم ونحن بحاجة بحاجة قبل النوم أن ننسى الهموم لأن الهموم هذه تربك عمل الدماغ حتى وأنت نائم تسبب أحلام مزعجة تجعلك قلقا لا تستطيع النوم فعندما تقرأ هذه الآية الآية 285 التي قرأتها الآن من سورة البقرة ثم تتبعها بالآية الثانية وتفكر بالمعاني العميقة التي فيها تنسى هذه الهموم وتشعر أنك أصبحت بين يدي الله سبحانه وتعالى أصبحت قريبا من الله وفي أي لحظة يمكن أن ينتهي أجلك وتعود إلى الله عز وجل وإلى الله المصير غفرانك ربنا وإليك المصير الآن لكي يخفف الله عننا قال في الآية 286 آخر آية من سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعا فإذا كان هناك أمور لا تستطيع أن تفعلها الله لا يكلفك ما لا تطيق فتصلي قدر استطاعتك تتق الله فاتقوا الله ما استطعتم تعبد الله قدر الاستطاعة تدعو إلى الله قدر ما تستطيع وهكذا فهذه الآية تخفيف أحمال عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لذلك يجب أن تعتقد أن هذا الإله كريم ورحيم ويجب أن تعتقد أنك من المتقين يجب أن تعتقد أنك ذاهب لتكون مع النبي عليه الصلاة والسلام لتكون مع أنبياء الله جميعا في الجنة إن شاء الله يجب أن تعتقد أنك يوما ما سترى هؤلاء الرسل الكرام الذين آمنت بهم ولم ترهم والثوابك أعظم ممن آمن ورأه لأن الذي رأى المعجزة ورأى النبي وخاطبه وسمع منه له درجة إيمان ولكن من لم يرى النبي ولم يسمع ولم يرى المعجزات المادية أمامه وبخاصة أننا في عصر كله يدعوك للهو والعبث والانغماس بالدنيا في مثل هذا العصر أخي الحبيب أنت لك أجر خمسين من الصحابة إذا اتقيت الله ودعوت الله بصدق وآمنت بالله وطبقت تعاليم الإسلام كما أمرك الله بها قدر ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إذن هنا لا يوجد استثناءات لا يوجد واسطات لا يوجد فلان غني وفلان لديه مال أو لديه كذل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فكل ذنب تكسبه هو عليك تحاسب عنك وكل أمر خير تفعله هو لك يسجل في صحيفتك تجده يوم لقاء الله سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت هنا يأتي هذا الدعاء الرائع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يجب أن تقرأ هذه الآية بتلهف أخي الحبيب كثير من الناس أنا أراهم يقرأ مثل الببغاء قراءة المهم أن ينجز يعني لا لا أريدك أن تهدأ أن تفكر أن تتوجه إلى الله أن تعتقد أن الله موجود معك الآن يسمعك وينظر إليك والله سميع بصير وهو رحيم بك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يعني يا رب لا تحملني شدة أو هما أو ضيقا أو كربا كما حملته على الذين من قبلنا لماذا؟ لأنني إنسان ضعيف فأنت هنا تلجأ إلى الملك الرحيم عز وجل وتشكو ضعفك وقلة حيلتك له عز وجل وهذا الإله العظيم سيرحمك لأنه ينظر إليك الآن ويراك ويسمعك قال سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهرون إنني معكما أسمع وأرى فأنت تدعو إلها سميعا بصيرا عزيزا حكيما قويا رحيما رزاقا غفارا سبحانه وتعالى تسعة وتسعين اسم لله عز وجل يجب أن تستحضر كل هذه الصفات وأنت تقول ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذه الآية تغفر ذنوبك كاملة تسأل الله كل النهار وأنت تذنب نظر العين أحيانا فيه ذنب اللسان يذنب اليد تذنب الأفكار تذنب تحسد إنسان أحيانا تظن بإنسان سوءا وهكذا فكل هذه الذنوب أنت الآن آخر الليل قبل النوم يجب أن تفرغ هذه الأحمال يجب أن تفرغ هذه الشحنات السلبية من دماغك هذه الذنوب تفرغها ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني يا رب أرجوك وأسألك لا تحملني ما لا أستطيع أن أطيقهم يعني لا تختبرني اختبارا أفشل به لا تبتليني ابتلا أن يكون سببا في البعد عنك يعني إذا مرت أعني على الصبر إذا ظلمت أعني على أن أصبر إذا ضاق بي العيش أعني أن أصبر أيضا وأبقى متمسكا بك هذا هو لسان حال المؤمن أخي الحبيب إذن لا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا ما الفرق أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب انصرني على الشيطان هذا كافر انصرني على أي إنسان يريد بي الشر انصرني على إنسان ظالم يترصد به إنسان يحسدني انصرني عليه فالقضية هنا ليست متعلقة بالمعارك والقتال وكذا لا انصرنا بمعنى أن ينصرك الله على كل من يمكر بك ويريد بك شرا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا العفو أن يتجاوز الله عن سيئاتك ولكن العفو قد لا يكفي أنت بحاجة للمغفرة سنعيد الآية الأخيرة ربنا لا تآخذنا إن السناء واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا العفو والمغفرة يعني العفو صفح عنك الله ولكن المغفرة محى الذنوب محاها الرحمة هنا أن يكرمك الله على الرغم من أنك أذنبت يعطيك حسنات كما قال تعالى في أواخر سورة الفرقان عن إنسان زنى وقتل وارتكب الفواحش وشرب الخمر وألحد تصور كل هذه فعلها ثم تاب إلى الله قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة فهذا الإله العظيم الغفورا رحيم أنا أريد يا رب أو أرجو أن تعفو عني تتجاوز وتغفر لي تمحو السيئات تماما وترحمني أن تكرمني بالجنة تعطيني حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هذا منتهى الكرم الإلهي لذلك أنت في الدنيا أقصى شيء تتأمله من إنسان أسأت له أن يعفو عنك أما أن يكرمك وهذا الأمر نادر في عالم البشر ولكنه حق في ذات الله سبحانه وتعالى أن يكرم عباده وأن يبدلك بدلا من هذه السيئات يبدلك بدلا منها حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة إذن أنت مولانا هنا أنا أريدك أن تشعر بهذه الكلمة أنت مولانا يعني ما هو المولى؟ هو القدوة هو القائد هو الذي يعطيك التعليمات هو الذي تتمسك به هو الذي تضع همومك بين يديه أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انظر أخي الحبيب كلمات هتين الآيتين فيهما يعني معاني غزيرة جدا تكفيانك الكافرين بكل أنواعهم من أراد أن يظلمك الله يكفيك أيام من مكر بك سحر أو حسد أو يكفيك أيام من أراد بك شرا الله يكفيك يكفيك شر الذنوب يكفيك شر الشيطان يكفيك الابتلاءات العظيمة التي لا تتحملها يكفيك شر الضغوط النفسية التي قد ينهار الإنسان إذا زادت عليه هناك من يلحد والعياذ بالله لا يتحمل هذه الضغوط وبالتالي هاتان الآيتان فعلا فعلا إذا تعمقت فيهما وفكرت بكل كلمة وعشت هذه الكلمة وأنا أنصحك أن تستنبط معاني جديدة تشعر بها في قلبك بمجرد أن تستشعر وجود الله بقربك ستكتشف هذه المعاني الجديدة نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الهموم وشر الحسد وشر كل الشرور جميعا إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته